اشتركوا في القناة والعالم المتقدم والعالم النامي على حد سواء وتحدث سنويا نحو 2.1 مليون حالة جديدة للإصابة بسرطان السديل نحكي أكثر عن الشهر الوردي وعن معلومات يمكن بيهم كل سيدة أنه هي تتعرف عليها بيصرنا رحب الدكتور مروان الحلبي رئيس اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد ونقب العلمي لكلية الطب البشري في جامعة دمشق ورئيس الجمعية السورية للمولدين والنسائيين يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك دكتور صباح كل المشاهدين خير إن شاء الله أهلا وسهلا فيك دكتور كنا عم نحكي تحت الهواء عن أكتوبر الوردي الشهر الوردي للتوعية بسرطان السديل دائما نحنا من خلال حديثنا هيك مع حضرتك ومع الأطباء المعنيين نقول الوقاية خير من قنطار تأكيد علاج وهون نحنا أمام يعني يمكن صار فيه كتير وعي عند السيدات يعني لا الفحص بسرطان السديل بداية نخلينا هيك نتعرف عن العوامل عن الأسباب للإصابة نعم يعني أول شغلة لازم نعرف أنه هالورم من أشياء الأورام عند النساء يعني حول العالم إذا أخذنا الإحصائيات العالمية حوالي سيدة من كل 8 سيدات يعني ممكن تنصاب بسرطان السدي خلال أحد سني حياتها يعني الشغلة الثانية حتى إحصائيا كل دائتين بالعالم بتشخص حالة سرطان السدي جديدة ويعني كما وردتنا الإحصائيات كل 13 دقيقة بتوفى سيدة من سرطان السدي إذن هو سرطان شائع لذلك وهم شيء بهالورم هو إذا شخص باكرا فنسبة الشفاء فيه تكاد تكون شبه تامة يعني إذا شخص بالمرحلة الأولى أو بشكل باكر ممكن تكون نسبة شفاء فوق 95% بينما إذا شخص بشكل متأخر بعد انتشاره بتقل كتير نسبة لذلك من المهم التركيز في هذا الشهر الوردي على الفحص الدوري على الوقاية الكشف المبكر عن هذا السرطان حتى نوقي سيداتنا من اختاره ومن الاختلاطات تبع هذا المرض نعم طيب دكتور خلينا نحكي اليوم معلومات كتير يمكن في مننا صار شائع صار معروف عند الناس لأنه نحنا كل سنة بمثل هذا الشهر بنكسف لقاءاتنا التوعوية عن هذا الموضوع خلينا نحكي هل في سيدات هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان السدي من سيدات؟ يعني هاي السيدة هاي اللي بنسميها عوامل الخطورة بشكل عام حقيقة عوامل الخطورة بشكل عام هي أهم شيء تقدم العمر بمعين بس هذا لا يعني أنه تحسن العربين المتنصاب ممكن تنصاب إذن أول شيء العمر المتقدم ثاني هناك بعض الحالات عشرة لخمسة عشر بالمئة هي حالات وراثية عائلية هناك بعض الطفرات اللي بسموها براكا وان براكا تو راجينية أيوة جينية ممكن في حال وجودها تأهب لحدوث هذا السرطان هنا أهمية المسح الوراثي في حال أصيب أحد أفراد الأسرة يصير في مسح وراثي وعم يصير بسوريا لهالطفرات هاي بحيث أنه يعني يمكن اتخاذ أسباب الوقاية بشكل مشدد عند حاملين هذه الطفرات مثل ما بتعرفي الممثل أنجيلا جولي لما اكتشفت أنه عملت أصال شدي وقائي لما كان عندها هاي الطفرات لذلك يعني لما تكون موجودة نسبة الإصابة تكاد تتجاوز الـ 50% فلذلك يعني مهم جداً للمتابعة دقيقة إذن هذا رقم 2 رقم 3 بعض ما يتعلق بنوعية الحياة مع العلاقة بالتغذية التدخين الكحول إلى آخر كل هذا من العوامل المؤهبة لحدوث الأورام بشكل عام بما فيها أورام السدي أيضاً هناك مهم تأخر سن الإياس أو تأخر فطاعة طمس أو بتأخر الإنجاب أحياناً هذا حالي طبعاً الأورام السدي من الأورام المعتمدة على الإستروجين لذلك كل حالة تزيد الإستروجين من جسم تتأخر الإنجاب حالات الـ PCO الشديد المبيض المتعادل الكيسات الشديد هاي الحالات اللي فيها فترة الحيض بتكون يعني فترة بتكون طويلة هاي بتعرض السيدة لحث إستروجيني كبير وبالتالي احتمال إصعابي أكثر لذلك هناك عوامل مؤهبة تعلق بطبيعة المرأة تعلق بالبيئة بالتغذية وبالعمر وبالحالة الجينية هناك عوامل متعددة حقيقة نعم دكتور وأدنا نقول أسباب وقاية أو وقاية شو الوقاية اللي ممكن هي السيدة تاخدها أو تلجأ لألا يعني ممكن نحن هلأ نتطرق لموضوع الفحص المبكي نعم حقيقة أهم وقاية هي الفحص الدوري الذاتي الفحص الدوري الذاتي السيدة من بعد سن العشرين لازم تتعلم أو تتعود على الفحص الذاتي أول شغلة زمن الفحص هذا لازم يكون بعد الدورة تعرفوا أثناء الطمص وقبل الطمص فيه احتقام بالفحص أصعب فلازم بالأسبوع الذي يلي الدورة تختار بشكل دوري كل شهر تعمل فحص دوري فحص الدوري فحص بسيط يعني ممكن نشرحه بشكل دائتين هو عبارة عن إذا قسمنا الثدي لثلاث مناطق أول شي منطقة الحلمة والهالة المحيطة فيها اثنين منطقة الثدي بالذات ثلاثة منطقة تحت الأبط هلث مناطق فالسيدي بكفي أن تشوف أي تبدل أول شغلة بالمنطقة الأولى إذا شافت أي تبدل أو انكماش بحلم الثدي غؤور للداخل أو صارت على مستوى الثدي جلد أو تقشر بالجلد أو انكماش أيضا هذا يعتبر تغيير استدعي الذهاب إلى الطبيب أو إسرار الطبيب لإجراء الاستقصاءات المعمقة هلأ بنحكي عنها شوي بالنسبة للثدي أي تبدل بشكل الثدي أو مشاهد عدم تناظر بالثديين حال أول مرة بالرؤية المباشرة فأيضا هذا يعتبر وآخر شيء تحت الأبط طبعا هذه أول مرحلة بالفحص الذاتية هي أمام المرآة أمام المرآة بس تشوفها التبدلات المرحلة الثانية ممكن بالجس بنهاية الأصابع تشوف أول شيء حول الثدي بشكل حركة دائرية أو على الثدي نفس الشيء أو تحت الأبط في حال شافت أي كتل أو أي يعني أي موجودات غير طبيعية مثل انكماش البشرة تقشر البشرة على سبيل المثال تغير لون الجلد أحيانا بعض الألم قد يوحي أيضا يعني هناك اعتقادش أن الأورام دائما غير مؤلم لا أحيانا الألم هون ممكن يعني يوجهنا أكتر طبعا في حال وجود أي موجودات كتل أو موجودات جلدية أو أحيانا نزم من الحلمة لمفرزات كل هاي بتوجهنا لأنه تراجع لإجراء الاستقصاءات هلأ بشكل عام الفحص هو بنسميه نحن الفحص الثلاثي أول شغلة هي هي القصة السريرية من السيدة شو عم تشكي شو والفحص السريري الشغلة الثانية هي الاستقصاءات الاستقصاءات حقيقة هي ثلاث نقاط رئيسية الماموغرام مثل ما بتعرفوا الاثنين الأمواج فوق صوتي كمان إلى دور ثلاثة هي الـ M-R-I التصوير بالرنين المغراطيسي هذا هو المرحلة الثانية هذا الجزء الثاني من فحص الثلاثي الفحص الآخر شيء هو الفحص النسيجي بأخذ خزعة سواء مجهرية بالإبرة يعني لا كشف لأنه ليس كل الكتل ثديهي خبيثي أكيد قسم منه سليم أو معظم سليم حقيقة معظم كتل ثديهي سليمي إلا أنه نحن دائما نفترض أنه في عندنا احتمال تكون هالكتل ثلاثاني أو خبيثي لازم أخذ خزعة مجهرية ودراسة تنزليا بعد تأكيد التشقيص تنحط مرحلة درجة الورم من ناحية الخبث ونوع الخلايا ومرحلة الورم ويتم المقاربة العلاجية طبعا لتطورت كثير بالآمن الأخيرة بنحط المقاربة العلاجية اللازمة تبعا لحالة السيدة أو المريضة إذن أهم أهم عنصر بالوقاية هو الفحص الذاتي أولا والفحص الدوري هناك بعض الدول تجبر على الفحص الدوري بعد سنة الأربعين على سبيل المثال يجب أن بريطانيا لازم تعمل ماموغرام سنويا في نظام صحي هذا يتبع النظام الصحي السائد في البلد بشكل عام نعم يعني دكتور نحن دائما نحن نحكي عن أهمية الفحص الذاتي وأيضا الاستقصاء عند الشعر مع الطباء خلينا نحكي أيضا اليوم هل الرجال لهم حصة من سرطان السدي وخصوصا نحن دائما نسأل عن السيدات باعتباره سرطان السدي وما بنسأل شكرا سؤال ذاك حقيقة سرطان السدي يصيب رجال ونساء إلا أن نسبة إصاب الرجال أقل بكثير فهو يصيب أيضا قدة السدي الصغير الموجودة عند الرجال فنسبته أقل بكثير أكثر من 10 أضعاف أو 1% تقريبا من 1% إلى 3% نسبة الإصابة عند الرجال فالنسبة قليلة جدا أو نادرة لكن يمكن أن تصاب السدي الرجل يستطان السدي العوامل المختلفة لأن المحرضات هرمون إستروجين هو هرمون إستروجين موجود عند الرجال لكن بكميات قليلة إذا هناك أورام مفرز للإستروجين أو هناك بعض إرتفاع الإستروجين لأسباب أحيانا استقلابية أو لأسباب أخرى ممكن يحرض لنا ورمث السدي عند الرجال أيضا نعم طب هون نحن أمام كمان سؤال يمكن يسأل عنه المرأة ممكن تتعمل استقصال السدي استقصال كامل أو استقصال جزئي بحسب يعني انتشاره الرجل هو فقط بيأخذ فرعات لا بيستقصل الكتلة السدي الموجودة إذا هناك كتلة أكيد يعني العلاج هو تمعا للمرحلة وقطعا الأساس فيه أو حجر زوية علاج جراحي إذا كنتشه بشكل باكل الكتل تحت الواحد سنطي سصالة جراحي بيش فيه شفاء تام غالبا حسب ما أسلفنا المرحلة العلاج هو يبدأ بالعلاج جراحي المعالجة الشوعية المعالجة الكيموية وهلأ المعالجة الهرمونية والمعالجة البيولوجية أو المعالجة المناعية إذن موضوع حقيقة أورامة تتطورت أو علاج سرطان تتطور كتير بالآونة الأخيرة وأهم التطور هو بكشف المبكر وسبل البقائي بس حتى العلاج تطور والاستصال اللي كان يصير استصال واسع مع استصال مع تجريف أبدا وكذا أصبح من النادر يعني استصال محافظ مع استصال عقد يعني معد فيه توسع كتير بإستصال العقد البلغمي يعني صار فيه تطور بالعمليات تبعه كان اسمها عملية هالستد صار هالستد معدلة يعني حقيقة هذا موضوع تخصصي وتطور كتير بالآونة الأخيرة ومثل ما قلنا إذا كانت بالمراحل الباكرة الشفاء شبه تام فوق 95% بالمرحلة الثانية وطبعا بضع 77% بالمرحلة الثالثة شفاء بنسبة عالية المشكلة لما ينتقل وصل الدرجة رابعة نعم دكتور طب خلينا نحكي عن نسب الشفاء وخلينا نحكي أيضا عن النسب الموجودة بلداننا يعني دائما لما بنستضيف أطباء بنحاول نشوف هل نحنا من الحالات اللي بتراجع ولي بتأشرف على علاج المشافي هل هي من الطفرات الجينية أكثر أو من الهرمونية وعوامل ونمط الحياة شو اللي شفتوا أكتر موجود ببلداننا يعني حقيقة نحنا عيني من المجتمع الإقليمي والعربي يعني فيه نسبة تكاد تكون يعني من 10 إلى 15 من أسباب جينية حقيقة وهي يعني قابلة للوقاية إذا كشفت بشكل مبكت خاصة أنه المسح الجيني للبركا 1 والبركا 2 هالجينتين هدول الأكثر شي مسؤولين عن سرطان الثدي والمبيض فموجود عنا في سوريا لذلك لذلك أنا بالنسبة يعني حقيقة ما عندي إحصائيات دقيقة عن نسبة الاشتفاء الموجودة إلا أنه عالميا مثل ما حكينا المرحلة الأولى هي فوق 95% المرحلة الثانية إذا شخص يعني الكتلة كانت فوق 2 سانتي فممكن تكون تقريبا بضع و70% المرحلة الثالثة بضع و50 المرحلة الرابعة تقريبا 22% طبعا العلاج هو عبارة عن علاج تكاملي بين المعالجة الجراحية والشوعية والكيموية والهرمونية طبعا هذا باستخدام كل خيارات العلاجية المتوفرة والخيارات على كلها متوفرة عنها طبعا في مشفى خاص متخصص بالأورام ومشفى البيروني الجامعي وهناك أقسام لمعالجة الأورام بكل تقريبا المشافي وزارة صحة أيضا صحيح دكتور يرجح يعني الأدوية اللي ممكن بمراحل معينة مثل كيسات المبيض ممكن يوصفوا لها أدوية هرمونية مثل موانع الحمل وبيقولوا أنه اللي بياخدوا هدول الأدوية هم أكثر عرضة لسرطان السرطان ما مدى صحة هذا الموضوع بحسب الدراسات يعني بتختلط الدراسات ممكن على الانترنت حدا يفتح فيقرأ عدد دراسات في دراسة قالت نفت هذا الموضوع أو لم تثبت هذا الموضوع أو ممكن حدوث حقيقة considered qui ن committed التب المسند بالدليل بشكل عام هلا اعطاء الاستروجين اعطاء الاستروجين يجب أن يكون subtle تنة تنة يعني عندما يكون كرا في استخدامه فحتما تكون نتيجة يعني ستتعاكس سلبا على الأورام المحتومة عن الإستروجين فعادة لما تعطع الحبوب من الحمل هي ثنائة طور يعني تألف من إستروجين وبروجسترون فالبروجسترون يعاكس الإستروجين بشكل عام فطبعا كثير يعني خاصة علاجة كيساتي راح تكون مرحلة مؤقتة يعني لا يؤخذ بهذا الكلام كثيرا لأنه هو المشكلة هو استخدام الإستروجين غير المراقب نعم يعني دكتور معلومات جدا مهمة اليوم قدمت لنا ياها ويمكن خلينا نحكي شوي عن النصائح الوقائية لأنه اليوم كثير من السيدات اللي عم تسمعنا ممكن تكون هاي النصيحة هي نقطة تحول بالنسبة إلي أنا نصيحتي لكل السيدات أن بعد سن العشرين كل السيدات بعد سن العشرين أن تعتمد الفحص الدوري للثدي وتختار يوم معين يومين أو ثلاثة أيام بعد النظافة من الدورة تعتمد بشكل دوري على الفحص التدي اللي مثل ما حكينا يشمل ثلاثة مراحل أو ثلاثة أقسام يبدأ بالتأمل ثم بالجلس وفي حال وجود أي مشكلة أن تراجع الطبيب لإجراء الفحصات المتممة من مامو جرام أو ألترا ساوند أو يعني آخر الأحوال هو إليم أراي إذن الفحص الدوري هو الخط الأول للوقاية لأنه الكشف المبكر هو اللي بوصلنا للشفاء التام نعم دكتور خلينا نحكي عن موضوع جدا هام بحديثنا لليوم العامل النفسي مدى تأثير العامل النفسي على تفاقم المرض على الحد من المرض مهم جدا حقيقة الصحة النفسية هي أساس صحة جسدية حقيقة والعامل النفسي هو أحد العوامل المؤهبة أحيانا والعوامل اللي بتزيد من خطر أو خطورة المرض العامل النفسي حقيقة هو عامل مهم بكل الأورام وبشكل خاص سلطان الثدي اللي يحمل هذا الأورام من خصوصية بالنسبة للسيدة نعم يمكن سلمة اليوم حديثنا مع الدكتور مروان جدا مهم وخاصة أننا فتنا بأكتوبر الشهر الوردي أكيد سالي قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك شو بتحب تقدم لنا نصيحة أخيرة لكل يالي عم يسمعنا طبعا بهالشهر يعني أنا بتمنى أن كل السيدات كل السيدات يعملوا فحص دوري واستقصاءات يعني اللي إلى زمان ما عملي تعمل استقصاءات اللازمة وأنا أظن معظم مراكز التشخيص في سوريا بتفتح أبوابها بهذا الشهر مجانا للكشف المبكر يعني كل مركز لرعاية خلينا نقول للصحة الإنجابية صحيح فبيفتح أبوابه عادة لإجراء كل الاستقصاءات وشبه مجانا سواء كانت المامو جرام أو الالترا ساوند أو الفحص الدوري فأنا بتمنى أنه كل السيدات اللي ما عملين فحص دوري يعملوا الفحص خاصة بهالشهر ويختاروا هالشهر للإستقصاءات المعمقة بشكل عام إضافة للفحص دوري اللي بيعملوا ببيتهم يعني لازم بهالشهر يعني يعتمدوا هالشهر دائما لإجراء الفحص الحقيقي والاستشارة الطبية اللازمة للوقاية من هذا المرض أكيد بدنا نتشكرك دكتور مروان الحلبي رئيس اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والثوليد والنائب العلمي لكلية الطب البشري في جامعة دمشق شكرا لبجدك معنا ورد سباح شكرا لكم شكرا لكم